اشتركوا في القناة في تطعيم فيزر بيونتيك المطور المضاد لفيروس كورونا وأكد معاليه على مستوى الوعي والإقبال على أخذ التطعيم بين أفراد المجتمع البحريني والذي ساهم في تحقيق مملكة البحرين الصدارة في مجال نسب التغطية اللازمة بالتطعيمات وأشار معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى أن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا يحرص على مواكبة كافة المستجدات العالمية والدولية حيث إن كافة القرارات التي يتم اتخاذها تتم مراجعتها بشكل دوري من جهتها أكدت سعادة وزيرة الصحة بأن مملكة البحرين وفي ظل التوجيهات والرؤى السديدة لجلالة الملك المعظم وبمساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تمكنت من تحقيق مراكز متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال التغطية بالتطعيم بما يؤكد على مستوى الوعي والحرص والإقبال الكامل على اتباع مجمل التعليمات والإجراءات والتدابير الوقائية